انطلقت بن نواسر أشغال مشروع توسعات المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات الذي تناهز تكلفته الإجمالية 79.8 مليون درهم ويندرج مشروع التوسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد الذي أعطى انطلاقته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل سنة 2019 كما يعلم الجميع الحاجة ملحة للتكوين في المجالات التي لها صلة بقطاع صناعة الطيران الذي يواصل تطوره الكبير على المستوى الوطني وصل إلى 142 مقاولة تنشط في هذا المجال والتي تصنع حوالي 42 من مكونات الطائرات وبلدنا يجني ثمار أنشطة قطاع الطيران التي أطلقت قبل 15 سنة ويستفيد هذا المشروع من دعم صندوق شراكة المحدث في إطار برنامج التعاون الميثاق الثاني الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية إنه شرف كبير لتواجد هنا اليوم بنواصر من أجل مساهمة في انطلاقة هذا المشروع المهم كما تعلمون قطاع صناعة الطيران يشهد تطورا كبيرا في المغرب وهو ما يوفر فرصا مهمة في هذا المجال حيث أن الشباب المغربية يمكنه أن يشكل محركا للتنمية الاقتصادية إذا تم تكوينه سواء في القطاع العمومي أو الخاصة نحتفل اليوم بانطلق أشغال المركز التكوين المهاني في ميدان طيران اللي إن شاء الله سيقدر يحتضن حتى الـ 1200 طالب اللي سيتخرج منه اللي سيتكون يد عاملة جد كاليفية مكونة لقطاع طيران في المغرب ويقود هذا المشروع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشراكة مع تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمكتب الوطني للمطارات اشتركوا في القناة